انا مفروض بعد ده وتروح لكاس العالم نروح لكاس العالم انت عارف السخنة والبرد نهارة شفت المباراة لأرجنطين وكرواتي اه طبعا انا متعاطف جدا لسه كنت بتكلم برا في الوكيشن برا بقولهما يا جماعة انا متعاطف جدا مع ميسي بس انا متوقع ان الفرنسة هتكسب لو كسبت المغرب هي هتاخد كاس العالم لكن برضو ارجع اقولك النظام اللي اتعامل النهاردة او الماتش اللي اداه منتخب ارجنطين لا بيانم ان ده منتخب عارف وبيعمل ايه بغض النظر على الماتشات الابيكيت اللي هو ايه بقى اقولك اللي هو ايه تنظيم دفاعي الماتشات النوكاوت دي تنظيم دفاعي جيد وتنظيم على هجمة مرتدة صح معروف معروف مين اللي بتحرك في نحل مين ومين اللي حرك في الشمال ومين اللي هيبص الكور فاهمني صحيح فيه جون باي لك ايه لكن اللي جوان كلها ايه كلها اعتماد على هجمات مرتدة صح منظمة جدا بغض النظر بقى انها خبرت في رجل ورجعت وغبت في صدر ورجعت ودخل لا انت تتكلم المرحلة دي ازاي لزا برفع عليك انت نقلت الهجمة من هنا عندهم سرعة نقل هجمة جبيرة جدا عندهم لعيبة كويسة جدا الميزة عندهم ودي انا لسه كنت بتكلم فيها من شوية انهم مقدرين النجم عكس مسلا لبرتغال يعني انا النهاردة عندي كريستيانو قاعدو احتياطي فاهمني وهو اساسا يعني لما بينزل بيقلب الدنيا طب الراجل دا يلعب هناك بقى في الارجنتين ما فيش الكلام دا يعني ميسي عندهم حاجة كبيرة جدا ومقدرينه جدا والناس بتخاف منه وبالنهاردة عنده شد هنا يا كريم معمال كده ولعب التسعين دي انا متخن وبعد التالي كان هخرجه لازم بس هما هعملوا تنظيم دي فيها هايل قوي هايل زحموا نص الملعب عارفين اخطاء فريق منتخب الكرواتيا الاتنين اللي في القلب بزياد صعبين جدا التخطيئة بتاعتهم صعبة جدا الفارس قدر يشتغل بشكل جيد جدا من ناحية القلب او مهاجم جيد جدا طبعا وفي نفس الوقت يستغلوا قدرات ميسي الفردية في المراوغة في الترئيس في ان هو يباصي في ان هو يعمل أسست حاجات كتير جدا فهو الرجل يشتغل بشكل كويس خمس وطلاثين سنة ليونير ميسي وبالحالة البدنية دي وبالحالة التركيز دي والمراوغات دي والقوة يعني انت شفت في الهدف التالت الأسست اللي عمله قبلها مع المدافع هو بينحر معاه قوي جدا طبعا قوي خمس وطلاثين سنة هو عنده زكاء غير طبعا هو دخله التمنتاشر فبقى المدافع هنا أضعف فعيني صحيح أنا كنت مهاجم حلوى التفصيل دي لا أنا كنت أحب دخل المدافع التمنتاشر لا يمكن هيجي لك هتخليه يتفرج إما ياخد موقفك بقى أقوى انت موقفك الأقوى وبقى تركيزك انت الأكتر هو تركيزه في ايه انه ما يلمسكش صح فمش هيجي لكورة لا وده ميسي كمان اه وده بقى يعني أعظم نعيف في العالم انت لو فكرت اتقرب منه هيرفع عليه معديك وهياخد ضرب الجزائر بالزبط فانا بكلمك في ايه انت طالما ما دخلت المدافع التمنتاشر كنت سوان طيب بقى انت بقيت انت الأضعف بأقال التركيز استحواز على كورة لا يتعدى العشر عشر في المية فعيني كل حاجة ومع التقدميس زي ما انت قلت خلاص عدى ولف ودخل كنت سوان طيب صحيح